مولود العقرب عندي سؤال لك فينا نقول انه مولود العقرب مع كل هالعجقة يلي كانت بهيدا الشهر يلي بيحمل اعياد كتير اي عيد احب لقلبك كان عيد الام عيد المرأة عيد نوروز او مناسبة عيد رمضان المبارك وحتى عيد الفصح اي مناسبة هي الاحب لقلبك اما مهنيا منتابع عندك اسبوع مهم بيحمل صحة جيدة اعصاب متينة بتتميز عن الاخرين باشراك وحيوية مضاعفة وبتكون المعنويات مرتفعة جدا تحت تأثير الطوالع الفلكية المناسبة من برج الحوت الزهرة المريخ زحل ونبتون بالاضافة للاجواء العامة الجيدة عندنا الشمس وعطارت ببرج الحمل الصديق بيعطوك تسهيلات ودعم لكل امورك البداية مع وجود الامر ببرج العزراء بموقع مهم نهار السبب والاحد بيخليك تدخل بمرحلة متميزة وممتازة ناجحة بتحقق خلالها بعض الاهداف على كافة المستويات ان كانت مستويات مهنية شخصية او دراسية وحتى صحية معنوياتك مرتفعة وتفاؤلك كبير بتخليك تعالج المسائل للعالقة والمشاكل يلي كانت تعبتك الوقت المناسب حتى تتعمق بمساعيك وتقدم افضل ما عندك من عروض وتقدر تفاوض بشأن شروط عمل وسفر وتنقلت لكن بالرغم من كل هالاجواء الحلوة والايجابيات والارباح عليك انك تخفف النمط شوي تحمي حالك من الأخطار والتقلبات المفاجأة يوميات تنين والتلاتة تحت تأثير الخصوف الظلي للقمر المكتمل من برج الميزان يعني من بيت الصحة والشغل بتلاقي حالك ملبك مشغول ببعض المستندات والتشكيلات والترتيبات الإدارية المزعجة مشن هيك ما تقدم على اي تحديات او تصرفات عشوائية متهورة ومتسرعة وانتبه لصحتك وسلامتك المعنوية والصحية بتبدل مشهد الفلكي بتتحسن أحوالك مع وصول الأمر لبرجك بين الأربعة والجمعة ثلاثيين بيوعدوك بحظ كبير بأجواء مشرقة بيسفر بتلحق أهدافك بتستقطب الفرص المالية بحالفك القدر حتى تكسب بعض التقدير والمكافئات يعني عزيزي العقرب حين الوقت حتى تعالج لأمور العلقة بحكمة وروية أطفيا من أجمل ما يكون بعد المشاعر والمواقع والمواقف بتخدم مصالحك بتتحرر من كل الضغطات تحت تأثير الظهرة من برج الحوت يلي بيخليك تشعر بالإنسجام مع الشريك مع الأهل والولاد رح تكون بأفضل حالتك بتستفيد من الأجواء الرومانسية أما العازة بتتحول علاقة صداءة لعلاقة أكتر عمقا وبتحرز نجاح وبتسوي مشكلة أو خلاف كل الخلافات رح تتصفى وبيكون القلب سعيد وبتفرح لخبر سفر أو لخبر صار وبتلاقي الإنسان الملائم لك ويلي بيتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة